حتى الساعة لا رواية رسمية أو حتى أولية متماسكة عن الاعتداء على قوات حفظ السلام في العقبية الذي أدى إلى مقتل الجندي الإيرلندي شان روني وجرح ثلاثة جنود ووسط تضارب بالروايات بين من أدرج الاعتداء في خانة الحادث البريء ومن يعتبره مدبرا ورسالة في أكثر من اتجاه محلي ودولي ضجت الصحافة الإيرلندية بالخبر وتحدثت خطيبة الضحية عن مأساة العائلة واصفة أن شان بالشخص الرائع الذي مات وهو يقوم بعمل يحبه ولفتت إلى أن الضحية تحدث إليها ليلة الحادثة وكان يوخطتان لإجراء محادثة عبر فيستايم لكنه قال لها أن عليه الذهاب ليقل صديقا إلى المطار وسط الإرباك الرسمي اللبناني توجه رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيم قاطي وقائد الجيش العمد جزافعون إلى النقورة وقدم واجب العزاء لقيادة اليونيفل نحن متماسكون بالقرار 1701 أكد خلال اللقاء على أن الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني والجيش اللبناني ما يقوم به من تحقيقات في الوقت الحاضر هي تحقيقات مستمرة وسيكون نوع من محاسبة كاملة أما حزب الله الذي رفض إقحمه بالحادثة فضحضته تغريدة الشيخ صادق نابولسي المقرب منه إذ اعتبر أن بعض الدول المشاركة في قوات اليونيفل تعمل وكيل أمن لإسرائيل وهم يعرفون الطرق والزوارب في لبنان كما يعرفون أبناءهم وقال لم يكنوا في هذا المكان تائهين ولم يكن غراضهم الخروج إلى شارع مونو لاحتساء الكحول فما صحت قول الشيخ نابولسي وهل تشير هذه التغريدة إلى دور ما للحزب في الحادثة الأمنية؟